ما زالت عمليات استهداف الناشطين في العراق مستمرة تحت جنح الظلام أو في وضح النهار رغم التحذيرات الدولية بهذا الشأن حيث تشهد مختلف المحافظات العراقية عمال خطف وإخفاء قسري واغتيالات طالت ناشطين وصحفيين ومدونين مؤيدين لثورة تشرين ضد النظام الفاسد وأحزابه وميليشياته تقرير خاص صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق كان قد دع السلطات إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك وحملت البعثة الأممية في تقريرها من سمتهم جهات خارجة عن القانون مسؤولية القتل والخطف والاحتجاز التعسفي لكن الجهات التي لم تفصح عنها الأمم المتحدة يعرفها العراقيون جيدا من خلال التهديدات المتتالية التي أطلقها زعاماء الميليشيات وشهادات الذين نجوا من عمليات الاختطاف فضلا عن الصور والوثائق التي تؤكد اطلاع ميليشيات أحزاب النظام بعمليات تصفية المتظاهرين منظمة العفو الدولية بدورها أكدت أن هناك حملة شريسة ومتنامية من المضايقة والترهيب والاختطاف والقتل المتعمد للنشطاء والمتظاهرين وأكدت أن تقاوس السلطات عن اتخاذ أي إجراء قد مأهد السبيل لهذه الحملة الرامية لسحق التظاهرات في العراق وبث الرعب في نفوس المتظاهرين الذين باتت مغادرتهم ساحات الاعتصام أمرا محفوفا بالمخاطر يأتي ذلك وسط صمت حكومي مطبق وتفرج دولي على عمليات التنكيل والاضطهاد التي تطال العراقيين التواقين اليوم أكثر من أي وقت مضى للانعتاق من زمرة الفساد والإجرام التي تأخذها ممارساتها الدموية نحو نهايتها المحتومة